بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم بنستكمل سلسلة المحاضرات الخاصة بالobject oriented programming واليوم ان شاء الله بنتكلم بعد ما اتكلمنا في الانهيريتانس وشوفنا السوبر كلاس والسب كلاس وشوفنا ازاي نحاول نزود الفانكشناليتي بتاعة الانهيريتيت كلاس عن طريق الادنج كونستراكتور عن طريق اادنج ميسود عن طريق الاوررايد ان انا بكتب او بستعمل ميسود بنفس الاسم من السوبر كلاس النهاردة بنشوف حاجة بسيطة كده ان شاء الله نتكلم فيها بالتفصيل في المحاضرات القادمة بنتكلم على two level inheritance ان يبقى عندك عند حضرتك كأنك عندك سلسلة من المراس يعني ايه يعني عندك مثلا ولياكم بنتكلم على shape بنتكلم على figure بنتكلم تحته عن مثلا rectangle فالsquare عبارة عن subclass من rectangle والrectangle عبارة عن subclass من figure والfigure ده يعتبر superclass بتاع كل الاشكال الهندسية ده المقصود به two level inheritance ان شاء الله هنتكلم في المحاضرة بتاعتنا على two level inheritance قبل كده في المحاضرة اعتقد التامنة اتكلمت على function اسمها is subclass لما تيجي تحب تعرف ايه العلاقة بين class وclass اخر عن طريق is subclass هل هو subclass ولا لا من superclass وكمان شفنا is instance اعتقد كان في نفس المحاضرة لو عملت create the object وعاوز تعرف ال object ده بينتمي ليه class ولا لا او بيتمتع بخصائص معينة انا بنعمل غلط ده عشان كده عشان تعرف هل ال object ده بيتمتع بنفس الخصائص بتاعت class معين ولا built منه ولا اتبنى منه ولا او created منه ولا لا وكمان هنعرف حاجة اسمها is operator وده بيستدعي فيه اذهالنا ان وانت بتباصي object ال object تاني ده مش معناه ان انت بتاخد ال content انت بتاخد او بتشير او بتعمل sharing للميموري او ال internal memory اللي متخزن فيها ال object وهنشوف gift attribute اتكلمت على gift attribute قبل كده لما مجرد ان انت بتعمل object من class بيبدأ يديلك مجموعة من attributes ومجموعة من methods الهداية من ضمن الهداية ده string method attribute طيب تعالى نتكلم على two level inheritance زي ما قلت لحضرتك ان انت عندك class child ده تحت قوي ده في bottom ده يعني ده مرتب من bottom to top ان انت عندك child وعندك father وعندك grand دول ده عبارة عن sub class من ده وده عبارة عن sub class من ده ده عبارة عن super class او بيتقال عليه base class تمام بيخواننا ده two level class two level class واذا ما قلت لحضرتك هنتكلم على is sub class وis sub class ده بتتشك لو فيه particular class عبارة عن sub class من class تاني ولا لا اعاوز تعرف العلاقة بين اتنين sub class بحيث مين فيهم super class ومين فيهم sub class يا ترى الكلاس ده عبارة عن sub class من class اخر ولا لا تمام كده طبعا هنا معلومة اضافية ان كل sub class بيعتبر sub class بيعتبر sub class من نفسه كل class يعتبر sub class من نفسه اوكي is instance ده العلاقة ما بين object وبين class ولو فيه object بينتمي لclass فهو بينتمي برضه لل super class بتاعه تاني المعلومة دي لو انت عندك object او instance بينتمي لclass فده معناه ان بينتمي لل super class بتاعه تمام كده يا اخواننا is operator زي ما قلت الحراك دي بتتشك لو فيه اتنين identifier بيرفير to the same object واحنا قلنا الموضوع ان انت في التساوي ده مش بيخزن ال object نفسهم ده بيخزن pointer لل internal memory افضل حاجة نتكلم في الكلام ده هنتكلم من الافضل من خلال مين من خلال الكود تعال اقول لحضرتك انا هعمل class بيسمي figure ده super class عملت منه sub class اسمه rectangle اوكي وعملت منه sub class اخر اسمه square يبقى square عبارة عن sub class من super class rectangle 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 عبارة عن sub class من super class figure وفجر ده super class بتاعنا او base class طبعا كلهم عبارة عن emit classes اوكي هكاريت ده class وعمل create لده اوكي وعمل create لده كده الوقتي عندي ثلاثة class figure rectangle وسكوير هنا هطبق is sub class هطبقها ازاي؟ تعال عشان اورنيك العلاقات ما بينهم تعال نعمل اتنين nested for وهسأل السؤال ده يطرى i وجي ايه علاقتهم بعض؟ هل i عبارة عن sub class من j ولا لا؟ حيث ال i ده each element in figure rectangle square والجه each element in figure rectangle square يعني اول مرة هياخد الفجر ويسأل يا ترى الفجر ده sub class من الفجر احنا اتفقنا ققا بقى المعلومة ان كل class يعتبر sub class من نفسه فالفجر بالفعل عبارة عن sub class من الفجر لكن الفجر ده super class بالنسبة للريكتانجل يبقى ديها تبقى false الفجر بالنسبة للسكوير false لكن الرجه ال is sub class من الفجر الرجه ال is sub class from itself الرجه ال is not sub class من ال square لكن ال square اللي هو اقل واحد اللي هو في البطم عبارة عن sub class من الفجر عبارة عن sub class من rectangle عبارة عن sub class من ال square وفي كل مرة بس هافصل او هعمل formatting بNewLine لما تشوف الكلام ده بالفعل هتلاقي ان الفجر عبارة عن sub class من الفجر الفيجر عبارة ما هوش سب كلاس من الريكتانجل ده هو سوبر كلاس وكذلك الحال بالنسبة لمن للسكوير لكن الريكتانجل عبارة عن سب كلاس من الفيجر وسب كلاس من نفسه لكن سوبر كلاس بالنسبة للسكوير السكوير عبارة عن سب كلاس من الفيجر والريكتانجل والسكوير وده باين فيه التلاتة true اللي ظاهرين عند حضرتك زي ما قلت لحضرتك ده بيجيب العلاقة بين object و class يهمك احيانا في بعض البرامج انه تعرف الخصائص اللي بيتمتع بيها object عن طريق معرفة العلاقة اللي بينه وبين class معي نفس الكلام انا عملت creation ليه تلاتة object f و r و s من الفيجر والريكتانجل والسكوير وهروح عامل نفس الكود تقريبا بس هغير بدل انه is subclass هخريه is instance ودول التلاتة object ال f و r و s وايه علاقة بقى ال f كobject مع الفيجر كclass اوكي طبعا حضرتك ال f انت عارف ان هو instance من الفيجر لكن مش instance من الريكتانجل ولا من السكوير لكن ال r اوكي لانه object من class او من subclass من الفيجر فهتلاقي ال r عبارة عن ايه بقى ال r عبارة عن instance من الفيجر و instance من الريكتانجل تمام لان احنا اتفقنا object حصل له creation من class فهو يعتبر object برضو او instance من super class وده يباين مع حضرتك في الشغل بتاعنا تمام؟ طيب بعد كده بنتكلم على ال is operator واتفقنا ال is operator دي هنشوفها من خلال اكواد اللي جاية دي انا عملت هنا class xx وعملت constructor عشان يعمل initialize لي ال count attribute اوكي وعملت create ل object c1 و c2 c1 عملت القيمة بتاعت ال count بعشرة و c2 القيمة بخمسة لو جيت اقول له c1 is c2 يطرى c1 هو c2 يطرى الاثنين بيشيرهم الى نفس المكان في الميموري الى نفس المكان طبعا ده object وده object حتى وان كانوا مطلعين من نفس ال class هتلاقي القيمة بتاعتهم مختلفة فc1 is not c2 وده يبان منين يا جماعة هيبان من حاجة هنرجع لها بعد شوية اسمال string method اللي هي جاية من الجيفت من الهدايا اللي بيدها لنا البايسر لو قلت له c1 dot 2 underscore string 2 underscore هيقول لك ده عبارة عن ايه؟ هيقول لك ده عبارة عن method rubber واقيل لك str of xx اوكي object add وده مكان الميموري بتاعها مكتوب بالhexadismal ده المكان بتاع c1 طبعا ورحت شفت المكان بتاع c2 اوكي؟ هيبان بالشكل ده طبعا واضح ان المكان ده غير المكان ده تماما انا مش بتكلم على قيمة انا هنا بتكلم على address بتكلم على address او عنوان في الميموري الرقم ده بكتوب بالhexadismal وطريقة تشغيل الرقم ده يعني شوية الكتابة بتاعها مزعجة شوية فهنتعرف في اخر المحاضرة ازاي نغير الاداء بتاع من؟ بتاع الرقم بتاع الرقم وبناء عليه معا كده ده شكل الطالع بالشكل ده انا بتاعلي لو كتبنا هنا اقواس هتبقى افضل بالفعل كده لان هي method فده الشكل اللي قدام حضراتكم اوكي يبقى ده شكل الاكس اكس معمولة من الاكس اكس اللي هو c1 وده قيمة مين قيمة الميموري او الاشارة بتاع الميموري اوكي طيب لو قلت له يطرى c2 بيساوي c1 عفوا لو انا خدت قيمة c1 وعملت لها احلال داخل c2 يعني عملت set للفاليو بتاعة c2 object بقيمة c1 كده الاثنين بقوا شكل بعض لو جيت اقول له بقى معا كده بغناء على التساوي ده اطباعه لc2 اوكي والgift method هتلاقي بالضبط ان c2 بقت القيمة بتاعته هي عبارة عن c1 شوف ده ده بتاع c1 اوكي وده بتاع مين وده بتاع c2 لو جيت بقى الوقتي بعد ما عملت الكلام ده غيرت attribute count في c1 بالشكل ده وقلت له اطبع ايه اللي حصل بقى مجرد ما غير count في attribute c1 automatic هيروح يغير count داخل مين داخل c2 لان الاثنين بيشيروا الى نفس مين الى نفس المكان في الميموري او نفس الادرس فانت بتغير اللي داخل مين اللي داخل الميموري تم كده يا اخوانا وده هيبان عند حضرتك لو جيت اقول له الوقتي يا طرى في اتنين c1 ولا هيقول لك true الاثنين شكل بعض الاثنين شكل بعض اوكي وده هيبان كمان لو طبعت c1 اوكي c1 كميثود بالشكل ده لو طبعتها هيطلع معاك الاثنين اللي هم نفس المكان فين لهم نفس المكان في الميموري تم كده يا اخوانا طيب بالنسبة ليه لسترينج دي سترينج s1 string s2 نقصة كلمة source لو انا قلت له s2 بلاس بيساوي source بقول اثنين ككونتنت شكل بعض لو قلت له بقى اطبع لي ترى s1 بيساوي s2 معاكده عن طريق علامة التساوي او عن طريق s operator هتلاقي بيقولك في الاول true لان المحتوى 1 دي بتقيس المحتوى لكن دي بتقيس مين بتقيس الاثنين بيشيرهم الى نفس المصدر ولا نا او نفس المكان الادرس داخل مين داخل الميموري تمام اتفقنا على string str اللي هي الخاصة ب string method اللي هي عبارة من gift اوكي الاداء بتاعها لو انت عملت class معاكده وروح تكاريت منه object مجرد ما بتقوله print للobject بيعمل ايه بقى بيروح يستدعي method اللي اسمه str str فبيقولك ان ده عبارة عن x ده على انه object متكاريت من my class ويديلك الاشارة بتاعة الميموري او العنوان بتاع الميموري لو حبينا نعدل في طريقة الطباعة دي هنروح نعمل override على method اللي اسمه str ازاي اي class انت بتعمله هقوله class my class وروح افتح تاني مين بقى method اللي اسمه str عشان اكتب جواه هقوله define و بفتح method str of self وارح حط اللي انا عاوز بقى احط القيمة اللي انا عاوز فانا كتبت هنا مثلا return facial طبعا بيهذر مع حضراتكم لو قلت له بقى الوقتي بناء على class ده لو قلت له carry object x لو قلت له print x مش هيطبع بقى اللي كان بيطبعه قبل كده راح تطبع مين راح تطبع كلمة facial مثال مع حضرتك هو ده الconstructor وده عملت override للstring عدلتها وعملت define لclass اخر subclass اسمه xx من superclass x وعملت constructor جديد واتفقنا بنستدعي الconstructor القديم ياما عن طريق اسم class dot والconstructor self والargument أو أو الفنشن اللي اسمها super carry object اسمه amira الobject متكاريت منين متكاريت من subclass xx فطبعا لما تكاريت ده يروح ينادي constructor والconstructor ده هينادي constructor بتاع super يحط مين النام اوكي ولما ندهت النام لو قلت له print لي السي هيروح يعمل هيروح يستدعي مين وعشان يستدعي هيتطبع النام هيتطبع النام name dot وبعدين الاسم اللي حضرته وده اللي واضح مع حضرتك اتمنى في الختام بعد ما شرحنا موضوع two level inheritance وشرحنا is instance و is subclass وشرحنا الoverride من string method وشرحنا كمان is operator شكرا جزيلا لحضراتكم ونلتق بكم في محاضرة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته